الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام على الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على بطلة كربل العقيل زينب السلام على قمر بن هاشم بالفضل عباس ورحمة الله وبركاته سيدي يا أبا عبد الله ها هم خدمة زوارك ومن جوارك وفي حرمك نشخص بأبصارنا نحو ظريحك متوجهين بقلوبنا ودموعنا نحو عليائك ننشد السلام عليك معلنين الانتماء إليك مستأذنين بالدخول إلى حرب تحف به ملائكة ربك مبتدئين بآيات من الكتاب الكريم ببركة الصلاة على محمد وآله محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم وقال لهم خالدين في غاء فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم 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 طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدق الله العلي العظيم أفلح من صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله صدق الله العلي العظيم نقف إجلالا وإكراما لقراءة صورة الفاتح على أرواح الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه للدفاع عن العراق وعن مقدساته من القوات المسلحة والحج الشعبي المقدس وعلى أرواح الشهداء الذين تم استدافهم من قبل زمر الإرهاب في مختلف محافظات العراق فلنقرأ لهم ولجميع شهداء محبيه للبيت في مشارق الأرض ومغاربها الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآلي محمد الله مصر على محمد وآلي محمد نسأل الله العلي القدير أن أسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والصلاة والسلام على محمد وآلي محمد السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين وأشهد أن الذين خالفوك وحاربوك وأن الذين خذلوك والذين قتلوك ملعنون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفاك فاشفع لي عند ربك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظاه وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذا وفي جميع أيامنا وعينا استعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البداعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطلي وإثلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف برحمتك يا أرحم الراحمين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك داعي الله إن كان لم يجبك أبدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري لبيك يا حسين لبيك يا شهيد لبيك يا حسين